موازم مصطفى نيجي على دخولك الكاف تقولت لي طبعا تسينبا اللي ساعدك بس بعض الناس قلت لك ايه ده اللي عائلة دي خدتها وراسها المراد بيفاهمي خد ابنه ودخله لاتحاد الافريق انت دخلت سنة 82 وهو ساب سنة 83 هل الكلام ده مزبوط؟ دخلت ما دخلش 82 دخلت 78 78 هو ده القصة يعني هو ما كانش فيه تخطيط انه ناجي سببتر عام نعم هو اللي هيجي سببتر عام كان طلق ارحمه كابتر عبلوهاب سليم كابتر عبلوهاب سليم يعني انا ما دخلت لاتحاد الافريقية انا دخلت كمسؤول العلاقات العامة والاعلام نعم واللي كان والدي كان بيستعد انه يصير بالاتحاد الافريقي فكان يعني بيعتز جدا بصداقته لكابتر عبلوهاب سليم يعني كانت سليم كلها كانت سليم كلها بس كانت سليم كان زاهرة برضو اه طبعا الله ارحمه كابتن عبالغاب دعا فالاختير هو كسكرتير مساعد للاتحاد الافريقي فالترتيب النمائي انا مش جاي انا فيش توريس ولا عاجل اللي جاي هو كابتن عبالغاب سليم وكنا يعني المجموعة كالاتحاد الافريقي كنا سبع تمن افراد مش مية زي دلوقتي هل كابتن عبالغاب سليم طلب انه هو ما يكملش هو كابتن انا عارف في الفترة دي يعني اصيب مرض في العصاب الكابتن عبالغاب سليم فكان بيضطر انه هو ما يقدرش ييجي في المواعيد الرسمية وبييجي متأخر واحنا قلنا له تيجي زي ما انت عايز كلنا كنا بنعشاقه هنساعدك ونأمل كل حاجة هو انه وديه برضو تقاليد النادي الاهلي عبالغاب سليم قالك انتو ما قدرش ااخد ما هي وفلوس عن حاجة انا مطلوب مني اقديها وانا مش قادر اقديها كما ينبغي فقعدنا نضغط عليه نضغط عليه شهر اتنين تلاتة ما اعتقد هو قبل سنة الثمانين كمان اعتذر وما قدرش يكمل فساعتها بقى للتحاد الافريقي اللجنة التنفيذية اما بقى فيه منصب شاغر بتاع سيجرتير مساعد للتحاد الافريقي اختاروا السيجرتير مساعد للتحاد الافريقي للشؤون الادارية السيدة اميرة الشريعي وبرضو عائلة الشريعي الاعلوية العريقة وانا اخترت السيجرتير الرعام مساعد كانت عالت الشريعي واعلو الأبوزية وفؤاد بيس راج الدين يعني كانت عائلات الناد ألي كان عائلات وكان فيه صورة برضو من الصور اللي ظهرت اللي هو كان فؤاد باشا بيفراجوا على مباراة ودي الصورة برضو فهد المباراة فؤاد باشا مع مباراة فهمي وفيه الصورة تانية اللي هم بيتفرجوا على المباراة باهتمام اللي علي مين فؤاد باشا في الصورة دي كان فؤاد باشا عنور فؤاد باشا عنور ده من واللي بعديه فكري باشا بازا وفؤاد باشا عنور كان من العمالقة النادي الاهلي وهو اليمين والشمال على الشمال فؤاد باشا ده مراد فهمي واللي على يمينه فؤاد باشا عنور والد السفير سميحها بانور وقال عنو وأول كابتن لفريق كرة بالنادي الاهلي فؤاد باشا عنور ما شاء الله ما شاء الله